اشتركوا في القناة موجودة طلابي وطالبات الأعزاء نحن اليوم ندروس ونتعرف على الأدوات التي توجد في تبويب إدراج في برمجية ميكروسوفت باوربوينت 2013 وقد تعرفنا عن تبويب ملف وكذلك تبويب الصفحة الرئيسية الموجودة تاني في ميكروسوفت باوربوينت 2013 كما تعرفنا وتدربنا على استخدام الأدوات الموجودة في تبويب ملف فائل تاب وتبويب الصفحة الرئيسية هوم تاب فنحن اليوم نتعرف ونتدرب على استخدام الأدوات الموجودة في تبويب إدراج فأولا هنا مجموعات في تبويب إدراج مجموعات شرائع سلايڈس ومجموعات جداويل تابلز ومجموعات سوار پيكترز ومجموعات رسومات طولهياء رسومات طولهياء إللستراتيشن ومجموعات تطبيقات أبليكيشن وكذلك مجموعات ارتباطات ومجموعات تعليقات ومجموعات نصر تكسط ومجموعات رموز ومجموعات وسائط ميڈيا و هذه هي المجموعات والأدوات لمنا هذه المجموعات تحت تبويب إدراج فأولا مجموعات شرائع وهنا توجد أدوات وعدات واحدة أو تسهيل واحد لإدراج شريحة جديدة في العرال التقديم وهذه شريحة جديدة نيو سلايڈ وهذا التبويب وهذه العدوات تستخدم لإدراج شريحة جديدة في العرال التقديمي لإدراج شريحة جديدة في العرال التقديمي وهذا التقديم لإدراج شريحة جديدة في العرال التقديمي وهذا التقديم لإدراج شريحة جديدة في العرال التقديمي وهذا التقديم مجموعات أدوات بالنقري با clicking فوق سورة الجدول با clicking on the picture of table الموجودة في وسط شريح الموجودة في وسط شريح it is available in the center of a slide ونكتبوا وبعد النقري على هذه السورة سورة الجدول الموجودة في وسط شريح بعدين نكتبوا عدد السفوف والعمد التي تحتاجوا لدراج أو لكتابة المعلومات أو لكتابة البيانات بعد النقر فوق سورة الجدول after clicking on the picture of table بعدين نكتبوا we type عدد السفوف number of rows والعمداء and number of columns ونكتبوا وكذلك we can تنسيكال جدول to format the table to format the table with ttubikyal anmaati by applying styles والعمداء and colors وطtubikittisirati and to apply effects للجدول effects of tables ونكتبوا تنسيكال جدول we can format the table we can format the table ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر